قاعدةٌ من غطى رأسه بملاصقٍ معتادٍ فدى من غطى رأسه بملاصقٍ معتادٍ فدى وهذه القاعدة التي قلت سوف تأتينا لما تكلمت عن محظور تغطية الرأس فهل كل شيءٍ تغطي به رأسك تجب عليك فيه الفدية؟ الجواب لا بل لا بد أن يكون هذا الغطاء يحتمل أمرين الأمر الأول أن يكون بملاصق يعني أن هذا الغطاء قد مس بشرة رأسك بمعنى أنك لو ها أبعدته عن رأسك وإنما استضللت به فقط فإنه لا حرج عليك بهذه التغطية لأنك غطيته بغير ملاسق ولذلك أجمع على جواز الاستضلال بالخيمة ويجوز كذلك الاستضلال في الأصحب الشمسية وأما ما يفعله الرافض لعنهم الله من أنهم لا يستضلون بسقف فإنها ينطبق عليها قول ابن عمر عجبت لكم يا آل فلان ها تذبحون الحسين وتسألون عن دم البعوض في الحرم فهؤلاء مثل قال العوام يبلعون الهيب يغصون بالابنة فهذا شيء مما كتبه الله عليهم من الشقاء وأما قول ابن عمر لما رأى محرما مستظلا أضحي لمن أحرمت له فإن هذا اجتهاد منه وإلا فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبه فاستظل بها وقد ظل له أسامة وهو على ناقته قبل أن يرمي الجمرات كما في صحيح الإمام مسلم وقد استظل عليه الصلاة والسلام أيضا في عدة مواضع ولأن هذا هو الأدعى والأقرب للراحة والله غني عن الإشقاق على أنفسنا فإذا لا بد أن يكون بملاسق طيب وهل أي ملاسق يوجب الكفارة مثل خذت فاين حطيته لا صقته الجواب لا ما في كفارة هنا قالوا لماذا قالوا لأنه لا بد أن يكون معتادا بملاسق معتاد بملاسق معتاد يعني من عادة الناس أن يغطوا رؤوسهم به وبناء على ذلك فلو كان معك مثلا قرطس وحطيته على رأسك تبعد عن الشمس لا حرج عليك لا حرج عليك لكن لو غطى رأسه بطاقية أو غترة أو بالإحرام أيضا بالإحرام الناس يغطون بأرديتهم عادة وكذلك بالطاقية المتصلة بالبرنس أو بغيرها كل ذلك مما يوجب الكفارة هذه طيبة جدا هذه قاعدة ممتازة حتى طيب حمل المتاع للمحرم في هذه الحالة لا بأس طيب أو ليس قد لامس رأسه الجواب نعم غطى رأسه ولكن بغير ملاسق معتاد لا بأس بذلك ولله الحمد والمن